اكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الاعلام من التقارب الذي صنعته الثورة الهائلة في قطاعية تكنولوجيا والاتصال جعلت التحديات والمسؤوليات مشتركة لا بد أن يتبناها الجميع للحفاظ على أمن دولنا واستقرارها وتعزيز هويتها الوطنية جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزير شؤون الاعلام بحضور عدد من وزراء الاعلام العرب في الجلسة الرئيسية بالدورة السادسة عشر للملتقى الاعلامي العربي بدولة الكويت تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وبمشاركة كبيرة من الاعلاميين العرب وكبار المسؤولين في المؤسسات الاعلامية والصحفية العربية وكوكبة من الكتاب والاعلاميين والمفكرين والأكاديميين والخبراء وشار سعادة وزير شؤون الاعلام إلى أن تنظيم قطاع الاعلام والاتصال طالما كان هاجسا بالنسبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي إلا أن الفوضى التي شاهدها العالم جراء تطور وسائل التواصل الاجتماعي جعل الصحفيين والاعلاميين أنفسهم أكثر المطالبين بسن القوانين والتشريعات وتنظيم قطاع الاعلام للحفاظ على بيئته الإيجابية ودوره المهم ودعا سعادة وزير شؤون الاعلام إلى مزيد من التوعية المبكرة بشأن الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها سلاحا دا حدين وبما يحقق المردود الإيجابي على الجميع موضحا أن التوعية المبكرة تبدأ من الأسرة والمجتمع علاوة على دور مؤسسات المجتمع المدني والأجهزات الرسمية اشتركوا في القناة